موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد والنهاردة حنناقش الحلقة الرابعة من مسلسل وان ديفيجن زي ما اتفقنا قبل كده لما عملنا مناقشة الحلقة الاولى والتانية ان ما فيش نظام محدد لمراجعة المسلسل ده وقلنا ساعتها الحلقة اللي جاية ممكن تكون في نهاية المسلسل خالص ممكن تكون في الحلقة التالتة او ممكن تكون لما تحصل حاجة مهمة الحلقة التالتة كانت استكمال للحلقة الاولى والتانية ومشت على نفس النمط ولكن الحلقة الرابعة موال تاني خالص وهي دي الحلقة اللي هنتكلم عنها النهاردة بحرية حرق الاحداث انا مش جاي احكي لكم ايه اللي حصل في الحلقة بس عاوز اتكلم بحريتي ومش هتعمد الحرق ولكن ممكن جدا احرق في وسط الكلام فلو في حد لسه ما شافش الحلقة الرابعة من مسلسل واند فيجن افضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوفها كمان عاوزة وضح ان دي حلقة منقشة ومراجعة مش حلقة شرح ومش حلقة نظريات احنا في فيلم جامد في العادي لا بنعمل نظريات ولا بنعمل شرح فيلم جامد دي مش قنال اللهو دي قنال التأمل بس المهم يعني الحلقة الرابعة من احداث مسلسل واند فيجن هي شرح للتلات حلقات اللي فاتوا تركزنا المرة دي مش داخل العالم اللي دارت فيه احداث الحلقات التلاتة الاولى تركزنا دلوقتي هو خارج العالم ده وبيبدأ مع مونيكا رامبو اللي شفناها في الحلقات التلاتة الاولى تحت اسم جيرالدين وبنعرف مع بداية الحلقة ان مونيكا رامبو من الناس اللي كانت راحت في البليب والبليب زي ما عرفنا في سبايدر مان فار فروم هوم هو اسم الحدث اللي حصل مع السناب بتاعت ثانوس ومونيكا رامبو لما بترجع بتكتشف ان والدتها ماتت وولدتها دي هي ماريا رامبو وماريا رامبو دي اللي هي صديقة كابتن مارفل ويبدو انها اسست وحدة خاصة من العملاء اسمها سورد ومونيكا بنتها اللي برضو كنا تعرفنا عليها وهي طفلة في احداث فيلم كابتن مارفل تعتبر احد هؤلاء العملاء وبعد ما رجعت من البليب بتلت اسابيع بيتم استدعاقها عشان تحقق في ظاهرة غريبة وهي اختفاء عدد كبير من المواطنين بتوع بلدة صغيرة في نيوجيرسي البلد الصغيرة دي هي وست فيو وزي ما احنا عارفين هو ده اسم البلد اللي عايشين فيها واندا وفيجن على اطراف البلد دي بيتم اكتشاف حقل كبير من الطاقة ولما مونيكا بتحاول تختبره بتتسحب جواه وهو ده تفسير تحولها لشخصية جيرالدين بعد كده بيحصل تحقيق مكثف وبنشوف ازاي بيقدروا يشوفوا اللي بيحصل جوا حقل الطاقة ده وايه هي محاولاتهم لاختراقه وايه هي اللي بيؤدي لطارد جيرالدين منه مرة اخرى وعودتها كمونيكا ومع عودتها بتصرح بان اللي بيحصل ده كله من صناعة واندا فيا ترى ايه اللي حيحصل الحلقة الرابعة من مسلسل واندا فيجن في تقديري الشخصي هي الافضل حتى الان وزي ما قلنا كده هي تعتبر الحلقة اللي تم شرح فيها تسعين لخمسة وتسعين في المية من كل اللي شفناه في الحلقات التلاتة الاولى فهمنا العالم اللي احنا جواه ده شكله عامل ازاي من العالم الحقيقي بتاعنا عرفنا ايه حكاية جيرالدين عرفنا مين الراجل مربي النحل اللي طلع من البلاعة عرفنا ايه سر الرسالة اللي كانت وصلت من خلال الراديو عرفنا ايه سر الطيارة الملونة وفي تأكيد مبدئي على الشبهة اللي كلنا كنا مسدقينها وهي ان واندا اللي خلقت ده كله وعلى ما يبدو بدأت تفقد سيطرتها عليه وده تأكد لما شافت فيجن في شكله الحقيقي بعد ما مات الحلقة دراميا كمان كانت مسكة نفسها يعني ما كانش هدفها الاوحد بس انها كل شوية تشرح لنا ايه اللي كان بيحصل وخلاص كل ده كان فيه سياق حدوتة وفيه سياق قصة والقصة دي نجحت في انها تخلق لحظات كتير حلوة لحظات كتير بتصيب المشاهد بالمفاجأة والاندهاش ان احنا نكتشف مين هي جرالدين ان احنا نلاقي الرابط الاول مع عالم مارفل السينمائي من خلال البليب ومن خلال ماريا رامبو اننا نفهم مين هم المواطنين بتوعوست فيو مبدئيا كده ايه هي قصتهم اننا نعرف مين الايد اللي كانت بتتفرج عليهم من خلال التلفزيون وماسك ريموت كنترول اننا نعرف سر الراديو اننا نعرف سر الطيارة اننا نعرف سر البلاعة كل دي كانت لحظات حلوة مغزولة كويس جوه الدراما وعليها رشة كوميديا مقبولة جدا وكوميديا فعالة فعلا بتستهدف ان المشاهد يضحك عليها مش شبه الكوميديا اللي كانت في الحلقات التلاتة الاولى يعني نقدر نقول ان الحلقة دي حققت كل حاجة انا كنت بتمنى انها تحصل الدراما والكوميديا الكويسين الاخلاص للعالم السينمائي اكتر من الكتب المصورة وعدم التمادي في الالغاز والعناصر الغمضة ولكن لما كل ده حصل طرح معا تحدي جديد التحدي دلوقتي هو تحدي ماذا بعد اه انا كنت عاوز ان يحصل اجابات على الاسئلة ولكن كنت عاوز ده يحصل بالتوازي مع طرح الالغاز يعني نجاوب شوية حاجات ونترح شوية اسئلة جديدة لكن اللي حصل في الحلقة الرابعة فاجئني لانه جاوب تقريبا كل حاجة ودلوقتي عناصر الغموض بقت قليلة جدا يعني اللي فاضل ان احنا نجاوبه هو هل فعلا واندل متحكمة في كل شيء وليه عملت كده وليه توصلت للحل ده بعد 3 اسابيع بس من عودة الناس اللي كانوا اختفوا في البليب والناس اللي موجودة في وست فيو ديت ايه حكايتها بالتفاصيل وهل ممكن يحصل منهم احداث جديدة والحقيقة كل الاسئلة دي مش مهمة اوي ومن الوارد ان المسلسل يستكمل احداثه في الحلقات الخمسة اللي فضله في مجرد صراع صراع من المؤسسات وجهات التحقيق اللي عاوزة ترجع الواقع زي مكان وتنقذ الناس اللي اختفوا وعلى الجانب الاخر واندل عاوزة تحافظ على العالم اللي هي خلقته ولو تسألوني اقولكم ان خمس حلقات على ده كتير والمسلسل مش مطميني اوي في نقطة انه ممكن فعلا يهري على الفاضي لان الصراحة الحلقة الاولى والتانية والتالتة ممكن مجازا نقول عليهم هري على الفاضي وكل اللي اطرح فيهم كان ممكن تلخيصه في حلقة واحدة فانا حاليا ما عنديش اتهامات للمسلسل ولكن خايف من بعض الحاجات خايف من اننا نهري كتير زي ما قلت خايف من ان عنصر الغموض ينسحب بالكامل وخايف من عواقب التداخلات مع عالم مارفل السينمائي انا الصراحة عاوز التداخلات دي تكون في اتجاه واحد عاوزها تيجي من عالم الافلام وتصب جوه المسلسلات ومش عايز اي حاجة تطلع من المسلسلات وتؤثر على الافلام بس عشان اكون واقعي انا بقيت مقتنع ان ده ممكن يكون صعب لان مؤسسة زي سورد مثلا اول مرة يحصلها تقديم دلوقتي فهل معقول مش هيستخدموها تاني في الافلام هل مونيكا اللي تم تقدمها كاحد العملاء في المسلسل ده معقول مش هيكون لها دور في الافلام وبالأخص في سلسلة افلام كابتن مارفل ايجنت وو اللي بينتمي في خط احداث انت مان هل ممكن اتوقع ان تجربته في المسلسل ده حتؤثر على الفيلم التالت في السلسلة دارسي اللي جاي لنا من خط احداث ثور ضروري هتاخد معها حاجة من المسلسل ده لو ظهرت في فيلم ثور لو ده حصل وشكله كده اصبح حتمي اتمنى انه ما يكونش مؤثر قوي في ادراك الناس لاحداث الافلام ما نبتديش نقول ما انت لو كنت شفت المسلسلات كنت فهمت على العموم هي كلها مجرد مخاوف وفي اللحظة دي بالتحديد من احداث مسلسل وان ديفيجن انا مبسوط في الحلقة الرابعة من احداث مسلسل وان ديفيجن الدنيا سخنت الالغاز تفسرت اطراف الصراع الى حد كبير تم تقدمهم وبقى فيه اسباب كتير جدا تدفع للمتابعة لسه متدايق شوية بس من نقطة ان احنا محتاجين نستنى اسبوع كامل عشان نتفرج على 30 دقيقة وشايف ان تأثير المسلسل ده كان ممكن يكون اكبر من كده لو كل حلقاته نزلت مرة واحدة ولو المسلسل قدر في الحلقات الخامسة اللي فضلة انه فعلا يتجنب كل الحاجات اللي انا خايف منها تبقى بداية عظيمة لحقن المسلسلات مع الافلام في المرحلة الرابعة من عالمنا ده رأيي ودي انطباعاتي هميني جدا اعرف رأيكم وانطباعاتكم ياريت تساهموا بيهم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك و تويتر و نيمو و بوجو و باي باي